توتر نفسي بيخلي المريض ما ينامشي كويس بعض الأعراض اللي بيعاني منها مرضى كورونا أنهما يبقى عندهم توتر نفسي يعني أنت حق تكتشف فجأة أن شخص كان بيتميز بالوقار والهدوء والسبات الانفعالي لا بقى متوتر جدا وينفعل وينفعل لأدفع الأسباب ويبدأ يشتكي أنهما بينامشي كويس ويبدأ يشتكي أنهما بيشوف كبابيسه واناين في ريكورد عن مستوى العالم وإحنا جدناهنا في مصر الكبابيس والكبابيس دي مشتركة ما بينهم الجزء الثاني ألم أسفل الظهر أن بعض الناس بيشتكي من وجع في ظهره وهو أصلا ما كانش بيعني من الألم يعني يشتكي دايماً عندي وجع في ظهري بطريقة مزعجة ما بقيتش تحرك زي الأول ما بقيتش تحرك كويس الوجع ده آه ممكن يكون عرض آه ممكن يكون عرض أنا أحد أصدقائي والله هو دلوقتي في مرحلة التعافي قال إن بدأت معه بألم شديد في أسفل الظهر بالزبط كده فعلاً ممكن واحد يشتكي من حرقان رهيب حصل في ظهره لثواني أو دقائق وبعضه الدنيا اتحسنت بس هو حاسب تكسير في جسمه شوية الحرقان ده اللي جربه مرة عمره ما يخطوه أبداً إحساس إن أنت زورك بيجرح حاجة جرحة زورك إحساس فعلاً ما بيضيرش عمرك ما هتنساه يعني أنت الشخص اللي بيجربه مرة ما بيقدرش يخطوه تبه إزاي دكتور هو بيجي وبيروح بسرعة جداً كده منعتك المناعة منعتك لو أنت منعتك كويسة خلص جزء كبير من قصة بيمشي جزء كبير من قصة الفيروس ده يعني لغاية الآن ما فيش سكيم معاناة تقدر تحكم عليها كويسة هل هو جونيتيك رسبونس؟ ده وارد هل الجنس الرجل من الست يفرق؟ أوارد هل الأطفال تعرضهم للفيروس زي الكبار؟ ألا طبعاً مزي الكبار الأعراض اللي بيعانوا منها مزي الكبار التطور الجيني الأخير بدأ الأطفال يدخلوا في الإسكيم فيه بدأ يدخلوا يعانوا من أعراض ده اللي ظهر في بريطانيا؟ ده اللي ظهر في بريطانيا ابتدى يبقى فيه بعض الأعراض بتظهر عليهم بصورة أو بأخرى على أطفال بس مزي الكبار الأطفال بتعاني من أعراض بسيطة زي الجهاز الهضمي، إسهال، قيء، ترجيع بس ممتبد لأيام طويلة ممكن نوصل لخمسة أيام وستة أيام فده مش طبيعي في طفل أن يجيله نازلة مع وياه تقعد معي خمس ستة سبعة أيام وده يعمل الطفل جفاف بالضبط كم اللي احنا بنحذر منه في بداية الكلام بالضبط كم يبقى إحنا هنرجع تاني لنفس النقطة الأولية الوقاية خير من علاج بس عايزين نحط بعدها كلمة الوقاية المجتمعية خير من علاج ترجمة نانسي قنقر